من 7 أكتوبر عم تحضر إسرائيل لعدوان شامل على الضفة الغربية اليوم بلش العدوان افتتح جيش الاحتلال أكبر حملة عسكرية على الضفة من وقت الانتفاضة الثانية بالألفين أعلن الإعلام الإسرائيلي انطلاق عملية المخيمات الصيفية بجنين وطول كرم وتوباص شمال الضفة بمشاركة الجيش والشبك وقوات المستعربين استنفر الجيش ألاف جنود على جبهة الضفة وعم يستعمل أسلحة تقيلة مثل المروحيات العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية عم يعتمد الجيش الإسرائيلي بالضفة نفس أسليب الحصار والتهجير يلي بيغزة بجنين سكر مداخل المدينة وحاصر المستشفيات وقصف عدد من المواقع بطول كرم هدد أهلي مخيم نور شامس بمغادرته ونصب حواجز حواله وبتوباص احتجز طوائم الإسعاف في مخيم الفارعة واعتقى المدنيين بالمقابل أعلنت فصائل المقاومة بالضفة خود اشتباكات مع الجيش بالمدن الثلاثة بأسلحة بسيطة مثل الرششات والعبوات الناسفة بالفترة الأخيرة بلش يستخدم الاحتلال للأصف والمسيارات والتنكر بلباس المدنيين والاغتيالات ليمهد لتوسيع العدوان العسكري على الضفة من 7 أكتوبر قتل الاحتلال أكتر من 660 شهيد بالضفة واعتقل 10200 فلسطيني على الأقل كشفت الحرب على غزة نواية الاحتلال بالسيطرة الشاملة على الضفة وزراء بحكومة الاحتلال مثل جالنت وكاتس وسمودرد شوبينجفير طالبوا كذا مرة بمحاربة الإرهاب ومعاملة الضفة مثل غزة واستيطانة بشكل كامل وتهجير الفلسطينيين منه بس الحرب على الضفة مش خطة جديدة للإسرائيليين والتشكيل الحكومة بـ 2022 اختارنا تانياهو مستوطنين سمودرد شوبينجفير ليديروا شؤون الضفة ونظم الوزيرين بالفعل خطة توسيع المستوطنات وتسليح المستوطنين بهدف تكسيف الوجود المدني والعسكري لإسرائيل بالضفة تمهيدا لمحاولة احتلالة